اكدت معالي سيدة فوزية بنت عبدالله زينا رئيسة مجلس النواب بأن الإصرار على موصلة برنامج الثقافة البرلمانية للنشئ والشباب نابع من الإيمان بأهمية المعرفة كلغة لفهم الممارسة التشريعية والرقابية ودافع لتنمية القدرات والإمكانيات لدى أبناء الوطن في المجال السياسي وأوضحت معاليها الحاجة لتكثيف العمل على نشر ثقافة البرلمانية لتأخذ مداها في سلم الأولويات تعميقا للوعي المجتمعي وتمكينا للناخبين لتكوين القناعات بشأن مخرجات المؤسسة التشريعية جاء ذلك خلال حفل تدشين برنامج الثقافة البرلمانية للشباب في نسخته الرابعة والذي انعقد حضوريا وافتراضيا وشارك فيه عدد من الشركاء وبحضور أكثر من 200 مشارك من الشباب وأشارت معاليها إلى أن مجلس نواب لا يأل جهدا في وضع البرامج التي تعنى بشباب في مقدمة اهتماماته منطلقا في ذلك من الرؤى والأطروحات المباركة لجلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه ومن جانبه أشاد سعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل بتمكين الشباب البحرينية الواعد لتحقيق طموحاته في بناء المستقبل محققا بذلك تطلع جلالة ملك البلاد المعظم واكدا أن الحكومة الموقرة بكافة أجهزاتها حريصة على مناقشة كافة القضايا التي تهم الشباب إن الإصرار على مواصلة برنامج الثقافة البرلمانية للنشئ والشباب نابع من الإيمان بأهمية المعرفة كلغة لفهم الممارسة التشريعية والرقابية وضرورة لممارسة العمل النيابي ودافع لتنمية القدرات والإمكانيات لدى أبناء الوطن في المجال السياسي واستثمار لحماسهم الوطني المخلص والمسؤول في رفض المسيرة الديمقراطية وإغناءها بآراء بناء وأفكار خلاقة تسهم في تسارع خطة تقدم لدولة المؤسسات والقانون إن مجلس النواب لا يأل جهدا في وضع البرامج التي تعنى بالشباب في مقدمة اهتماماته منطلقا في ذلك من الرؤى والإطروحات المباركة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وما حوته كلمات جلالته من مضامين سامية تؤكد على ضرورة أن يتاح أمام الشباب المزيد من الفرص العلمية والمعرفية ليتمكنوا من الإسهام في تطوير الشأن التنموي وبأساليب مبتكرة تسرع من تحقيق الأجندة العالمية للتنمية المستدامة تتضافر مساعي حكومة مملكة البحرين من خلال أجهزتها المختلفة مع السلطة التشريعية المتمثلة في مجلسي الشورى والنواب في حركة دؤوبة لتمكين الشباب البحريني كهدف استراتيجي في عملية التنمية المستدامة والمشاركة في دراسة ومناقشة قضايا المجتمع والأولويات التي تهم المواطن فضلا عن التركيز على قيم احترام الرأي والرأي الآخر وإرساء قيم الحوار البناء والتسامح والتعايش بين جميع أطياف وفئات المجتمع الإخوة والأخوات أنتهز هذه الفرصة لأشيد ببرلمان الشباب الذي أبرز قيم عالية لدى الشباب في تبني قضايا المجتمع وطرح الكثير من الأفكار الجريئة من خلال أسلوب حواري راقي لمسناه من خلال مشاركتنا السابقة فيه ومعلم ترجمة نانسي قنقر